اهلا بحضراتكم في هذه التغطية وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب لبربولة الانجليزي ومنتخبنا الوطني حصد الجوائز وتوجه صلاح بجائزة تيك توك لأفضل لاعب على موقع التواصل الاجتماعي بالعالم وذلك بتصويت الجماهير المقدمة من تيك توك وذلك في حفل توزيع جوائز جلوب سكر 2022 المقام حاليا في الامارات ويأتي ذلك ضمن فعاليات اكس بو دبي وقبل ثلاثة ايام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 والتي ستنطلق مساء الاحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بينما فاز الدولي الفرنسي كريم بن زيمة لاعب ريال مدريد الاسباني بجائزة جلوب سكر لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2022 وحصل الدولي الاسباني سيرجيو راموس على جائزة أفضل مدافع على الاطلاق في حفل توزيع جوائز جلوب سكر 2022 خلال الحفل المقام حاليا في الامارات ايضا حصد اوني امري المدير الفني الحالي لنادي استوناء فيلا جائزة خاصة عن مشواره التدريبي لأفضل مسيرة تدريبية خلال حفل جوائز الأفضل جلوب سكر وتوجى ثنائي بولو مالديني وفريدريك مسارا المديران الرياضيين لنادي ميلا الإيطالي بجائزة جلوب سكر لأفضل مدير رياضي في العالم وفاز كارلو انشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل مدير رياضي في العالم للعام الحالي 2022 وحصل أيضا النجم السويدي زلطان إبراهيموفيتش مهاجم ميلا الإيطالي الحالي على تكريم خاص وتوج بجائزة أفضل مسيرة للاعب في التاريخ وذلك في نفس الحفل أيضا حصل الإنجليزي واين روني مهاجم منشستر يونيتد السابق على تكريم خاص وجائزة أفضل مسيرة للاعب في التاريخ وتم تكريم البرازيلي روماريو نجم منتخب السامبا السابق بتكريم خاص أيضا وتوج بجائزة أفضل مسيرة للاعب في التاريخ وحصد فلورنتينو بريز رئيس نادي بريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل رئيس نادي في العالم لعام 2022 وذلك بحفل جوائز جلوب سوكر أيضا توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي بالعالم خلال نفس الحفل بينما حصل نادي بالفيكة البرتغالي بجائزة جلوب سوكر لأفضل فريق شاب بالعالم وفازت نجمة برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس بلقب أفضل لعبة في العالم لعام 2022 كما فازت وكيلة اللاعبين الشهيرة رفايلا بيمينتا بجائزة أفضل صفقة انتقال لنفس العام عام 2022 ضمن جوائز جلوب سوكر وذلك بعدما استطاعت حسم صفقة النرويجي الدولي إيرلينج هالند من نادي بروسيا دورتومونت الألماني إلى منشستر سيتي الإنجليزي وكانت اللقطة الأبرز في حفل جوائز جلوب سوكر عندما صفح النجم المصري محمد صلاح المدافع الإسباني سيرجيو راموس لينهي الخلاف الذي نشب بينهما عندما تسبب المدافع الإسباني في إصابة صلاح بالكتف خلال مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد الإسباني في نهاية دور أبطال أوروبا عام 2018 والتي تسببت في غياب صلاح عن منتخب الفراعنة في مباراة مصر الافتتاحية ببطولة كأس العالم السابقة التي أقيمت في روسيا عام 2018 مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابعة شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم